دعا رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولداداه للوقوف في وجه ما أسمى بمسرحية الحوار الأحادي الذي قال إنه يستهدف التلاعب والعبث بالدستور وإرادة شعب الموريتاني وطالب الحزب في بيرن صادر عنه بخلق جبهة ترفض ما سماه التلاعب بالدستور والسيادة موريتانيا التي هي محل إجماع حسب البيان مؤكدا أن موريتانيا تمر بمرحلة حرجة من الاستبداد والانفراد بالسلطة بطريقة مخالفة للقوانين والنظم الديمقراطية وفق البيان